سؤال الثالث بقول ايه انا لقيت ناس بتقول ان لو جزاك الله خيرا اللي بيصلي بتقول ان لو حد بيصلي بيقرى الفتحة وصورة صغيرة في اول ركعتين وركعة الثالثة والربعة الفاتحة بس من غير اي صورة بعدها والفجر في اول ركعة الفاتحة وصورة وتاني ركعة الفاتحة بس هل هذا صحيح ام يجب في جميع الركعات الفاتحة وصورة بعدها هذا اقول للسائلة ينبغي ان نتعلم الصلاة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني اصلي هو صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعيشة اللي هي اربع ركعات كان يقرأ الفاتحة وصورة في الركعتين الاوليين ثم يقرأ الفاتحة فقط في الركعتين التاليين يعني التالتة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط ثم التشهد ويسلم هذا في الصلاة الربعية الصلاة الثلاثية ذي المغرب تلات ركعات بنقرأ الفتحة وصورة في الركعتين الاوليين ثم الركعة الثالثة نقرأ الفاتحة فقط اما في صلاة الفجر كما قالت السائلة نقرأهم ركعتين نقرأ في كل ركعة الفاتحة وصورة ان شاء الله يعني نقرأ في الركعتين كل ركعة الفاتحة وصورة ان شاء الله هذه هي الصلوات التي نقلت الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بغي ان نلتزمها وان نتبعها وان نسير عليها وان يكون هذا ديداننا دائما الذي نعمل به في صلواتنا واسأل الله سبحانه وتعالى للسائلة ان يوفقها لما يحب ويرضى